السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم في فيديو جديد النهاردة ان شاء الله هنعمل الايس كريم بطريقة بسيطة جدا جدا وسهلة وغالبا هكون جديدة عليكي انا مش هقولك انها اختراعي هي انا جايبيها نقلا عن موقع اجنبي عجبتني الطريقة حست فيها انها سهلة بسيطة مغزية كمان لاطفالنا الطريقة دي من غير بيض من غير كريمة من غير كريم شانتيك من غير حليب مكسف محلة من غير جيلاتين الطريقة دي من غير حاجات كتير قوي الطريقة دي بالحليب الحليب ايوه الحليب وبس ومعاه حاجات بسيطة جدا كلها موجودة عندك في البيت هيطلع معاك كريمي كمان مفيوش كتل تلجة او حاجة مقدير مظبوطة جدا ان شاء الله ينال اعجابك ويا ريت تعملي لايك للفيديو لو عجبت الفيديو وتعملي اشتراك في القناة لو حبتي ان انت تتابعيني وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلي كل الفيديوهات الجديدة انا عملت كيلو كامل من الايس كريم بمنتهى البساطة وزي ما قلتلك بمقدير بسيطة الكيلو هو اللي موجود عندي في العلبة الايس كريم زي ما قلتلك مش متكتل الايس كريم ناعم وكريمي بيطلع معايا بالمعلقة اهوسة ونبتدي المقادير ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة معايا كيلو من الحليب هحط على كيلو الحليب ربع كباية من الحليب البودرة وربع كباية من السكر السكر العادي لحبيبيت هقلب المكونات دي كويس مع بعضها لغاية ما يمتازقوا او هرفعهم على النار وكمل تقليبهم على النار انا كده كده هحتاج ان انا احطهم على النار بس نلاحظ ان احنا الافضل اللي احنا ندوب الحليب البودرة في الحليب يعني قبل ما نحطه على النار بيكون افضل يعني هجهز هنا النشا هحط معلقتين كبار مليانين على الاخر من النشا وهحط عليهم شوية حليب وامزجهم مع بعض كويس شوية بسيطة كده حوالي مع علقاتين ثلاثة هقلب النشا مع الحليب كويس قوي وكده هدبوا مع بعض تماما هروح للخليب بقى اللي انا حطته على النار وهبتدي ان انا اقلبه واسيبه لغاية ما يغلي خلاص بدأ ان هو يغلي معي بالشكل ده هضيف خليط النشا على طول واستمر بالتقليب بسرعة عشان ما يكلكعش معي على فكرة هي فكرة عمل الايس كريم دي تقريبا هي فكرة عمل المهلبية بس في شوية تركات كده عشان يبقى كريمي معايكي وما يبقاش كله تلج خلاص بدأ ان هو ياخد القوامل اللي انا عايزيه هضيف كيس من الفانيليا قبل وعندي فانيليا سيلة هضيفها بس كده بقى جاهز عندي هقفل النار واسيبه لغاية ما يهده خالص وبعدين اصبه في العلبة اللي هدخلها الفريزر اي علبة بلاستيك موجودة عندك دي علبة ايس كريم كنت جايبة قبل كده صبيت فيها الخليط اه 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 ده القوام بتاعه بيبقى قوام تقيل بس في نفس الوقت مش مكلكع زي المهلبية يعني لأ اقوام كده اي سيل شوية بس تقيل هغطي العلبة وحطه في الفريزر هسبها بس في الفريزر حوالي 3-4 ساعت بعد ما عدت 3-4 ساعت هطلع العلبة من الفريزر وهحطها واضرب المكونات اللي موجودة فيها بمضرب البيض هطيها في اي طبق اضربيهم بمضرب البيض طبعا هتلاقي ان فيها حتة تلج كده يعني لان طبعا قاعدت تلاتر بعض ساعت في الفريزر ففي قطع تلج كده اه فخليط الايس كريم بتاعنا طبعا الخطوة دي مهمة علشان دي اللي هتخليه الايس كريم لما يتعمل معاك يبقى كريمي مايبقاش في قطع تلج كده وقطع تلج صغيرة مش مستحدة اضربهم كويس بالمضرب زي ما انت شايفة كده اضرب كمان على سرعة عالية وبعد ما خلص ضرب تماما هبتدي ان انا اصب بالخليط ده وارجعه تاني في العلبة اللي كانت اللي كان فيها بعد ما ضربته خالص كده هرجعه الفريزر تاني وبعد حوالي اربع خمس ساعات هتلعه وحطه في طبق وكرر معي نفس اللي عملته دلوقتي اضربه بمضرب البيض وارجعه برضو في العلبة تاني كل ده عشان زي ما قلتلك مايبقاش في قطع تلج كده وبعد ما خلص كده مرتين ان انا اضربه بمضرب البيض كل مرة بينها وبين التانية اربع ساعات هبتدي ان انا قفله كويس وممكن احط كيس زي ما حطيت كده عشان اضمن ان هو يكون مقفول كويس اوي وبعد كده هحطه في الفريزر لتاني يوم طبعا علشان يجبب معي ويتمسك تماما هنا ده بعد ما عدى يوم كامل ويتمسك خلاص معي الايس كريم ده هيبقى شكله اتمنى ان الفيديو يكوننا لاعجابك ولو عجبت ما تنسينيش في لايك وفي اشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة